يا موسى بالله ثواني حضرنا اليوم فقرة بدون تحييز تفضل وصار الموضوع كلام أخوي محمد منصور لما أنا الكلام ما يسر شنو مشكلتك يا محمد الله طيب اللي بعمرك الكلام اللي قال محمد منصور ما هو زين أبد لا هو في حقي ولا في حق أي شخص ذكره وأنا ما أدري إش السالفة إيش العلم إيش طلع من معاد أو بدر منه أنه يقول المعاد هو اللي يخرب النسخة وأنه 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 لماذا معاد دائما يأخذ كلام محوى كلام بدون تحييز إلى محمل الجد لماذا تنمشوا محارب شيء دقيقة جاء أني بدأك خلني أبرر دعني أبرر دعني أبرر دعني أبرر إنما هو دعني أبرر دعني أبرر دعني أبرر أنا أؤمن بمقولة كن ناجح محارب أحشنتم حلو؟ خلاص نقطة أخرى أخي محمد منصور لا أدري ما قومه عليه لا أدري ما بلاء ما ألمه ما أدري أي محور يجب أن يذكر معاد فيه أن معاد تخرب النسخة لو أنك مناجح لو أنك ممتصابق جيد لو أنك ممتصابق ومتاز لو أنك لا لديك هدف كم حقك محمد منصور محور لح فإنما هو معاد مثل ما هو معاد له مخرب النسخة أحسن معاد مع أخوانا جميع أحسن والله لك الحمد والله أني راضي أني قدمته والله لك وكل شيء سويته والله أني دائما أني أحاول أن ما يكون في خاطر أحد من الشباب عليه بشيء أحسن والله لك الحمد لأمور زينة ولأوضاع كويسة أما بعض الكلام ما ينقب أحسن أقول عبد الله مخرب ومعاد مخرب أوضاع أنا لا أعرف ومعاد استعطف أنا لا لدي أسلوب أبدا أنا في خاطري شيء أدقب في وجهك والله ما علي فاطقه إن شاء الله محمد منصور عندك تباهم تبانا نتفاهم يا أخي قابلني في الكوفيش روم دعنا نتكلم أما سالبة أنك تقعد تسقط أو أنك تقعد تتكلم عليه بشيء أنا من آدابي وأخلاقي وشيمتي حتى عندك أداب وخلاقي كله 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 لكن أنا أترفع عن بعض الكلمات يعني أقدر أني أتكلم أو أدخل غصب في الكوفيش روم أو يكلم مع عبد الله وأقول ليه تذكر والله والذي لا إله إلا هو ما يأثر فيني أحد شعره معاد مثل ما هو معاد وناجح دائما محارب أحسن وصدقني إن شاء الله إن شاء الله أني واصل للشيء اللي أبواه الله يوف وأطمح له إن شاء الله يا جبل مهي الزكريح ما هو أختصر ما هو أختصر ما صحيح للشباب ولني أغلط عليه بشيء لكن إنما هو أتمنى 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 وأنا أعتذر منك يا عيد الكلام ده لكن أتمنى إنه يذكر معاد بمحاسنه ولا يغتابه وإنه يقول شيء ما هو فيه أنا طول الفترة الماضية وإنتوا عارفين ذا الشيء الرب ما أتمنى ولا أبغى أن أحد في خاطره يشل على معاد وأنا صادق ما أعلم شيء ما خاطر عشان الشباب بأسمع علمك فإنما هو أتمنى أن يشوف الحل ومعادلاً يسقط ومستمر والأمور زينة وهذا هو اللي في خاطري والله مو الكرام اللي في الخاطر كامل لكن حاولت أختصر تقديراً العائض والموسى والخلف والمحمد والشباب اللي باقي عندهم طيح صلى على النبي المعاد اللهم صلى الله عليه وسلم أول شيء والشيء ماكو